الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حضورنا الكرام طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا مرحبا بكم في برنامجنا الرمضاني مع النبي صلى الله عليه وسلم حياة ومنهاجا والذي يتم بالتنسيق والتعاون بين جامعة حمد بن خليفة ومركز المنارتين ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في قطر بسعدني أن أرحب باسمي وباسمكم جميعا ضيفنا الليلة فضيلة الأستاذ الدكتور عصام البشير العالم والداعي السوداني المشهور رئيس مجمع الفقه الإسلامي في السودان وشغل عدة مناصب سابقا من بينها وزير سابق للأوقاف وهو رئيس مجمع الفقه الإسلامي كما ذكرت وعضو في مجمع الفقه الإسلامي سابقا سابقا وله العديد من المساهمات في مجال الدعوة وكما قلت هو غني عن التعريف دعوني أرحب فيه مرة أخرى وأدخل مباشرة إلى الموضوع لقاؤنا الليلة بإذن الله سيكون عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في السفر وتيسير الشريعة للمسافر وأكتفي بذلك فالمجال للدكتور ومحا فيكم الرأخ بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأزكى الصلوات والتسليمات الزياكيات المباركات على المبعوث رحمة للعالمين نبي الرحمة وإمام الهدى البشير النذير والسراج المنير عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ثم التحية لجمعكم الكريم أن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يمنحنا وإياكم توفيقا على مراق الفلاح والشكر لهذه البلدة الطيبة الكريمة قيادة وحكومة وشعبا أن شرفونا بهذه الزيارة مع كوكبة من أهل العلم والفضل ضيوفا على وزارة الأوقاف في هذا الشهر الفضيل الإنسان في رحلة منذ أن كان جنينا في بطن أمه يتقلب ثم خرج إلى هذا المسرح مسرح الابتلاء ثم ينتقل إلى البرزخ وهو أول قنطرة بين الدنيا والآخرة ثم بعد ذلك تنتهي هذه الرحلة يوم الساهرة يوم يقوم الناس لرب العالمين وقبل أن يكون جنينا في بطن أمه فإن الله تعالى فإن الله تعالى مسح على ظهر آدم وفي رحلة في عالم العقل وفي رحلة في عالم الروح وهذا التنقل لأغراض متعددة منها طلب العلم ومنها طلب الرزق ومنها صلة الرحم ومنها التأمل في آفاق الله تعالى ولذلك كان السفر مرتبطا بحياة الإنسان وحركته ولذلك رتب الشارع عليه أحكاما وكانت أسفار النبي عليه الصلاة والسلام دائرة على أربعة أنواع سفره للهجرة وكان مرة واحدة من مكة إلى المدينة وسفره إلى العمرة وكان أربع مرات وسفره إلى الحج وكان مرة وسفره إلى الجهاد وكان من أكثرها وكان عليه الصلاة والسلام يعلمنا آدابا في السفر لكن علينا أن نستحضر بعض هذه الغايات التي يتغياها الإنسان في السفر السفر من مقاصده هو النظر في هذا الإبداع الرباني الذي أبدع الله تعالى فيه الكون فيه عجائب القدرة الإلهية تأمل في رياض الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك عيون من لجين شاخصات بأبصار هي الذهب السبيك على قضب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهداً وقل للشهد من حلاك وإذا رأيت النخل مشقوقاً نوى فاسأله من يا نخل شق نواك قل للهواء تحسه الأيدي ويخفى عن عيون الناس من أقفاك في كل شيء له آية تدل على أنه الواحد فالسفر يجعل الإنسان يتبصر هذا الكون المنظور الله سبحانه وتعالى أنزل الكتاب المصطور وهو القرآن وخلق الكون المنظور هذا الكون الذي نتقلب في رحابه بيننا وبينه صلة هناك صلة معرفية سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق وصلة تسخيرية وسخر لكم ما في السماوات والأرض جميعاً منه وصلة محبة أحد جبل نحبه ويحبنا وعلاقة روحية يا جبال أوبي معه والطير الجبال ترجع في تسبيحها لينسجم مع تسبيح داود عليه السلام وعلاقة جمالية فإن الإنسان في سفره يتأمل بديع صنع الله وعجائب قدرته في الوجود حدثنا القرآن عن جمال السماء إنا زيّن السماء الدنيا بزينة الكواكب وحدثنا عن جمال الأرض أنبتنا فيها من كل زوج بهي وحدثنا عن جمال الإنسان وصوركم فأحسن صوركم وحدثنا عن جمال الحيوان ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وحدثنا كذلك عن جمال النبات انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي فهذا الكون فيه إبداع الخلق الرباني وحد من مقاصد السفر أن يتأمل الإنسان في هذه الصبغة والصنعة الإلهية هذا بعد البعد الثاني أن السفر يسر عن أخلاق الرجال ولذلك وحدة من المعايير التي ذكرها عمر رضي الله عنه في معرفة الناس قال له هل سافرت معه؟ هل تعاملت معه بالدرهم والدينار؟ أم رأيته في المسجد يقوم ويقع؟ فجعل معرفة الرجال ومنها السفر لأنه يسر ويبين عن أخلاق الرجال واحدة من المقاصد المهمة في تحقيق السفر ومنها التعارف التعارف تتعرف على بيئات وأديان وثقافات وحضارات وأعماق أخرى الله تعالى خلق الناس شعوباً وقبائل لتعارفوا تعارفوا وليبذلوا المعروف وليحققوا المعرفة أيضاً بينهم أيضاً أن يحصل الإنسان العلوم والمعارف ولذلك وجدنا في السفر أن موسى عليه السلام ركب البحر ليقطع المسافات الطويلة وليلقى العبد الصالح وليلصر منه بمسائل ثلاثة ليقول له هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدة ولذلك العلماء قديماً جعلوا الرحلة في طلب العلم واحدة من المقاصد الكبرى ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس ليسمع منه حديثاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذن فطلب العلم والازدياد فيه التأمل في آفاق الأرض معرفة بديع صنع الله معرفة طبائع الرجال التعارف تعرف على الثقافات هذه الأمة الأمة المسلمة واحدة من بديع صنعها أنها تنقلت في عواصمها الحضارية مكة المدينة لمشق بغداد الكوفة البصرة تنبكتو قراسان قرطبة غرناطة طليطلة كل هذه تنقلت فيها العواصم بل حتى الشعوب الذين أسهموا في صنع هذه الحضارة لم يكونوا عرباً فقط العرب والعجم والهند والفرس والترك والمغول والحبش والبربر كلهم أسهموا أيضاً في صنع هذه الحضارة ولذلك السفر أيضاً فيه رواح وجمام للنفس فيه طلب للرزق ابن زريق البغداد وكان يعني له دفء في علاقته مع زوجته ولكن طلب الرزق دفعه إلى السفر فقدم أبياتاً يستشفع بها عند زوجته وقال أستودع الله في بغداد لقمراً بالكرخ من فلك الأزرار مطلعه ودعته وبودي لو يودعني صف الحياة وأني لا أودعه وكم تشبث بي يوم الرحيل ضحاً وأدمعي مستهلات وأدمعه وكم تشفع لي أن لا أفارقه وللضرورات حال لا تشفعه عبد الوهاب بن نصر المالكي كان رأس المدرسة المالكية في العراق ولكن ضاقت عليه الحال من ضنك العيش فاضطر إلى السفر بحثاً عن حياة أفضل فقال والله يا أهل بغداد لو وجدت عندكم رغيفتين كل صباح وعشية ما تركت بغداد ثم قال بغداد دار لأهل المال طيبة وللمفاليس دار الضنك والضيق ضللت حيران أمشي في أزقتها كأنني مصحف في بيت زنديقي ثم قال سلام على بغداد في كل موطن وحق لها مني السلام المضاعف فوالله ما فارقتها عنقلاً لها وإني بشطي جانبيها لعارف ولكنها ضاعت علي بأهلها ولم تكن الأرزاق فيها تساعف وكانت كخل كنت أهوى دنوه وأخلاقه تنأبه وتخالف وذهب إلى معرة النعمان فلقي أبا العلاء المعري فأحسن ضيافته وفادته فقال المعري والمالكي ابن نصر زار في سفر بلادنا فحمدنا النأي والسفر إذا تفقه أحيا مالكاً جدلاً وينشر الملك الضليل إن شعر أن يذكر بشعر امرئ القيس حتى إذا وصل مصر إن فتحت له الدنيا فيعني اشتهى طعاماً فلما ذاق هذا الطعام أصابته علة الموت فجعل يقول لا إله إلا الله إذا عشنا متنا ومن اللطائف أيضاً في السفر النعوف بن محلم وكان أديباً يسامر طاهر بن الحسين وكان والياً على خراسان ويشتد حنينه إلى وطنه فيمنعه طاهر ليبقى معه مؤنساً له فتوفي طاهر وخلفه ابنه عبد الله وخرجا ذات يوم يتنزهان فاكتمعا في منطقة في منطقة الريفة سمعا صوت عن دليب فقال ما أشجى هذا الصوت فطلب منه أن يذكر أبياتاً فشده الحنين والسفر إلى وطنه فقال أفي كل عام غربة ونزوح أمال النوى من وثبة فتريح لقد طلح البين المشت ركائبي فهل أرين البين وهو طريح وأرقني بالري نوح حمامة فنحت وذو الشجو الغريب ينوح ينوح على أنها ناحت ولم تدري دمعة ونحت وأسراب الدموع سفوح وناحت وفرخاها بحيث تراهما ومن دون أفراق مهامه فيح ألا يا حمام الأيك إلفك حاضر وغصنك مياد ففيما تنوح عسى جود عبد الله أن يعكس النوى فتلقى عصى التطواف وهي طريح فقال له عبد الله أقسمت أن لا أعمل خفا ولا حافرا حتى تعود إلى أهلك وديارك هذه بعض مقاصد السفر ولكن تذكروا أنه إذا توجهت النية الصالحة فيكون السفر سفر طاعة حتى ولو كان مباحا لأن النية الصالحة تحول العادة إلى عبادة ولكن على هذا الجيل أد يريدك أن السفر إذا تحققت غاياته في طلب العلم أو الرزق أو السياحة أو غيرها من المقاصد ينبغي أن يحرص الشباب أن يكونوا على حماية لدينهم ولقيمهم ولشعائرهم وأن يكونوا نموذجا صالحا يعبروا عن انتمائهم لدينهم وأوطانهم نريد هذا الشباب حينما يذهب ويسافر في أرض الله أن لا ينسلخ عن قيمه ولا عن شعائره ولا عن شرائعه ولا عن هويته نريده شبابا لم تحطمه الليالي ولم يسلم إلى الخصم العرينة ولم تشهدهم الأقداح يوما وقد ملأوا نواديهم مجونة وما عرفوا الأغاني مائعات ولكن العلا صيغة لحونة وما عرفوا الخلاعة في بنات ولا عرفوا التخنث في بنين شباب ذللوا سبل المعالي وما عرفوا سوى الإسلام دين فإن جن المساء فلا تراهم من الإشفاق إلا ساجدين يكون الإنسان عنوانا لدينه عنوانا لأمته عنوانا لوطنه إن عاش في بلاد الغرب أو في غيرها فلا ينسلخ وإنما يحمل هذه القيم كثير من الشباب إذا كان بين أسرته وأهله وبني قومه يحرص ويغلبه الحياء ولكنه إذا غاب عن الأعين يظن ولكن عين الله رقيبة على أعمالنا وهو الذي يعلم السر وأخفى فهدي النبي صلى الله عليه وسلم دائما يعلمنا أن يكون السفر سفر طاعة حتى ولو كان مباحا بالنية الصالحة وأن نكون مستحضرين سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقننين وإنا إلى ربنا لمنقلبون ونحن نتقلب في هذه الأرجاء أن نستشعر هذه النعمة نعمة السفر وأن نحولها لتكون طاقة حيوية فنعود بالنافع الذي تنتفع منه بلادنا وأوطاننا وقيمنا أسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على تحقيق مقاصد الصوم ومقاصد السفر ومقاصد الحياة التي هي عبادة الله الاختيارية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وتحقيق الاستخلاف في الأرض إذ قال ربك للملائكة إني جعل في الأرض خليفة وعمارة الكون والحياة أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبرك على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا